ستون رخصة صيد من أصل مائة كدفعة أولى وزعت على الصيادين المؤهلين المؤطرين في أكثر من أربعين جمعية بولاية لمدية والخاضعين لامتحان التأهيل الذي شمل معرفة الطرائد وأخلاقيات الصيد ومفاهيم التشريع وكذا طرق الإسعافات الأولية العملية جاءت بعدما يقارب الثلاثين سنة من تجميد توزيع رخص الصيد كما عبر الصيدون أن إعادة توزيع رخص الصيد سيفتح الكثير من الفرص أمام جمعيات الصيد التي سيكون بوسعها تنظيم عمليات صيد مهيكلة في إطار القانون هذه الخطوة بعد شهادات الصيد سوف نرى الاستثمار في المجال الصيد لازم نعود أن الجمعية تكرير الأراضي ويبدأ الصيد السياحي ويبدأ الصيد الرياضي وهذه بادرة خير ونشكره كل الذي قاموا بالمجد محافظ الغابات لولاية لمدية أكد أن بقية الشهادات ستوزع في القريب العاجل معبرا أن الصيادين سيكون لهم دورا هاما في حماية الثروة الحيوانية والغابية بالنسبة للصيادين اللي لمزا ما تلقوا شرخ الصيد يعني نقول لهم يعني فوقاسوني قضية إجراءات فقط يام بروميكوطة هذا لتعامل مئة رخصار نقبنا بالتوزيع تعوه وفي الأيام المقبلة إن شاء الله رح نستكمل رخص الجميع الصيد اللي تلقوا التكوين على أن نستكمل عملية التكوين للصيدين اللي راهم يعني سجلوا نفسهم في دورات تكوينية لاحقا إن شاء الله لتبقى دور جمعيات الصيد هو ترشيد عمليات الصيد والحفاظ على التوازنات الإيكولوجية الطبيعية لغابات البلاد